أخ الدكتور رئيس المكتب السياسي لإتلاف شباب ثورة 14 فبراير إلا دليل على أن هذه المعارضة معارضة مطالب ومعارضة حقوق وهذا دليل على أن التمييز والتهميش والإلغاء قد بلغ حداً قاسياً على شعب البحرين ونقول أيضاً بأنهم بدل أن يستفيدوا من تجربتنا وتجربة الشعب العراقي الذي لم يتمكن نظام البعث وفدائي صدام وكل الأجهزة الأمنية من إسكاة هذا الصوت المطالب بالحرية نقول لهم لا تستعينوا بفدائي صدام على الشعب البحريني لا ينفعوكم لو كان فيهم خير لنفعوا شعبهم لنفعوا بلدهم لنفعوا أهلهم لا تجنسوهم لا تأخذوا هؤلاء الذئاب لكي تستعينوا بهم على أبناء شعبكم اجلسوا مع المطالبين بالحرية والعدالة بطرق حضارية نظامية قانونية دستورية واستمعوا إلى مطالبهم لكي تحموا البحرين وأهل البحرين سنة وشيعة وتبعد البحرين عن الطائفية وتبعد البحرين عن التدخلات الخارجية نعم لنا علاقات مع دول شقيقة وصديقة ولكن تبقى لكل دولة خصوصيتها التي ينبغي أن تحافظ على هذه الخصوصية حتى لا تنزلق في متاهات المشاريع التي لا تريد خيراً لهذا الشعب أو ذاك فمن حق الشعب البحريني أن يطالب بحقه كما هو حق جميع الشعوب وحق الشعب العراقي والشعب السوري والشعب اللبناني والشعب الأردني العصر عصر الشعوب وليست عصر الحكومات بالذات إذا كانت غير مقبولة وغير مرضية من شعبها العصر عصر الشعوب وعصر المطالب المشروعة ونحن نقول من الواجب والضرورة أن كل شعب أن يعيش قضاياه الوطنية قبل أن يعيش قضايا الآخرين في بلدانهم أولاً نعيش قضايانا الوطنية ونعمل على إنقاذ أوطاننا وشعوبنا ونتعايش مع الآخرين في إطار الوطن وتحت رايته قبل أن نفكر بشيء آخر لذلك هذه المطالب التي تنطلق ليست هي موجهة من جهة خارجية أو من دولة أخرى تريد أن تتدخل في البحرين إنما هي مطالب أهل البحرين ومن حقهم أن يطلبوا ومن واجب حكومتهم أن تسمع لهم وتستمع بشكل أكيد لا أن يزج بالآلاف والمئات والآلاف بالسجون ويقيد العلماء ويقيد الأحرار هذا ليس هو الحل وأنا ذكرت تجربتين أمامكم ليست حلول لا تستطيعون مهما أوتيتم من قسوة وقوة وأن تكونوا كصدام السين ولكنه لم يتمكن من قمع وإسكاة الشعب العراقي وإلى متى وإلى متى العنف وإلى متى التمييز وإلى متى التهميش وكيف يستطيع إنسان أن يرى إلى جنبه شريكا له وأخا له يعيش حالة من الظنك والفقر والعوز وهو منعم بخيرات هي مشتركة بين الجميع هذا التمييز بالحقوق والتمييز بالحريات والتمييز بعدم العدالة هذه لا يمكن أن يسكت عنها الشعب في أي دولة من دول المنطقة بعد وأنا أقول أيضاً في هذه المناسبة إن رفض الاستجابة واسمحوا لي أقولها بموجب ما عندي من أوليات كان لبعض مطالبي الشعب البحريني التي قلت عنها أنها حضارية في وقتها قالوا لا نريد إسقاطاً للملكية وتغييراً ثورياً وإنما نريد حتى لو ملكية لكنها مقيدة بالدستور وهذا مطلب حضاري مشروع لماذا يرفض مثل هكذا مطلب؟ والآن أصبح الشعب البحريني قد تجاوز هذا المطلب وإنما أصبح يطالب كما استمعنا في كلمة الأخ رئيس المكتب السياسي يطالب بالاستفتاء بالانتخابات لتقرير المصير وهذه مطالب مشروعة ومن الظلم الفادح أن تقابل هذه المطالب الحضارية الحق العادلة بالرفض والشجبي ترجمة نانسي قنقر